أنا اسمي نظنية حسان مواليد الـ 54 من الشام من ميدان بالضبط أنا كان عملي 18 وأزوج مني طبعاً أنا مع أهلين معرفة قارب وكذلك 25 وأتقدمت الباكالوري ودخلت الجامعة طبعاً أنا بعد ما دخلت الجامعة صار فيه ولاد اتهيت شوي في فتح من الزمن كان الوضع مزري بسوريا بين الـ 80 والـ 90 يعني مستحيل كان راكب بأحد مثلاً كان فيه اضطرية تدرس أنا وأم بدرس على وقت اللي انتقلنا على الحجر الأسود نحن عن جد كانت ممتقة مثلاً لا فيها كهرباء لا فيها ماء لا فيها الحجر الأسود تجمع ثكاني مختلف الجنسية يعني مجنسيات الأماكن مثلاً من كل المحافظات فيوناس فيوناس من كل القرى تقريباً تجمعية بعدين ازدهرت كثير يعني صارت مدينة صار فيها مثلاً مدارس كثيرة روضات كثيرة كان الولاد يروحوا على المدارس على الأدم أول ما جينا نحن جينا بالـ 75 بعدين ازدهرت أنه صار فيها تضخم سكاني كبير وكل العالم كانت مثققة فيها صارت أنك تهتمي بأولادك زاد بالفترة الأخيرة كثير أنه ما عد حدا مثلاً استنى أبنه اللي يروح على المدرسة وبعدين يتعلم حتى اللي كان يعني كان عندي صديقة تدخل جمعيات مشان تدفع أجاز الخاص للولاد صار كثير يعني العالم كلها صارت ثقافي مثلاً آخر فترة بالـ 2010 عدد الأطباء الأسنان فقط أنا فتاة حلاش اسمه كان 52 وحد هاي المدينة بس هي يعني نسميها مدينة هي مو كثير كبيرة صار فيها يعني ازدهار ثقافي وعمراني يعني من كل الاقتصادي أنا كان من قبل عندي هاي النظرة أنه الطالب لازم يحترم قبل الأستاذ هيك كانت نظرتي فوقت اللي كنت عم علم عن جد عملاقي كنت معاملة من المدرسين كتير كتير سيئة بالنسبة للطلاب حلق ليش هيك كان الأسازة ما عندي خلفية بس على ما يبدو أنه هيك هيك الأوامر ما بعيد حلق كان في أستاذ عسكرية كان في أسازة عسكرية عنها تجيب عسكر أستاذ مثلا بيجوا الطلاب هاي كل يوم كل يوم هاي الأتلة الصباحية طبيعي يعني هاي بالمصدر وكذا هيني وفايتين هاي كانوا وفاية أبصر لوين الطالب المهم كانت الحلقة كتير كتير لازم يكونوا يعني ما في شهر يعني إذا إجا طالب ومثلا شوي هيك من هون كان هذا الأستاذ يكمشوا هيك من هونه يكمش ضيق يرفعه لفو قديش يعني شو هذا بتسميه تعزيز شو ما فاعرف شو بيسمى يعني بيرفعه هيك وبينزلوا هاي أول عقوبة هلا أنا بألفين اثنين فتحت رقوبة مرخصة كان في عندي من كل الخلفيات كان عندي مثلا ناس يقولوا ليش ما عمد علمي الولاد القرآن بس ايه مثلا ايه ناس يقولوا طيب يعني اوكي قرآن ايه بتعطيهم درس الأسبوع بكفي يعني اللي مهم يكون عندهم خلفية ايه كان اذا بده يمر مسؤول من قدام الروضة المفروض ما يسمع مثلا فاتح قرآن وكذا كان ممنوع ايه وكان يا ستي الادارة لازم حتما تخطي وراكي صوت الرئيس اشتركوا في القناة